أحد الإخوة أرسل لكم سؤال ويقول فيه الشيخ أبو عمر والدي أصيب بمرض عضال أقعده على السرير خمس سنوات ودائما فضيلة الشيخ لا يستطيع الحراك ونقول له جاء وقت الصلاة فيهز رأس فقط ولا يتكلم هل نصوم عنه؟ هل نصلي عنه؟ ماذا نعم المأجورين؟ الصيام يصوم هو ما دام شفاه الله وقدر على الصيام فإنه يصوم وأما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد فإذا كان تركه للصلاة بأنه لا يستطيع أن يصلي وليس عنده حضور قلب ولا عقل فليس عليه صلاة أما إذا كان يتصور ما يقول ويتصور وقت الصلاة ويعلم وقت الصلاة فلا بد أن يصلي فإن ترك شيئا منها قضاه وجوبا نعم نعم ترجمة نانسي قنقر